اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قلنا بعد كده الشروط الواجب توفرها في السمن قلنا لازم يكون السمن نقدي ولازم يكون جديا ولازم يكون مقدرا او قابل للتقدير في عقد البيع اتكلمنا عن العناصر الاساسية اللي بيتم الاتفاق عليها في عقد البيع قلنا هي طبيعة العقد والاتفاق على الشيء المبيع والاتفاق على السمن عرفنا شروط صحة المبيع وقلنا هي الاهلية في عقد البيع لأهلية الطرفين وسلامة الرضا من العيوب قلنا بعض انواع من البيوع قلنا دي كلنا نستخدمها في حياتنا اليومية زي البيع بالعربون وبشرط التجربة والبيع بالعينة اتكلمنا بعد كده عن الشروط الواجب توفرها في سبب عقد البيع قلنا ان لازم يكون السبب موجود ولازم يكون مشروع قلنا بقى اصار عقد البيع في التزامات على البائع وعلى المشتري قلنا اول حاجة التزامات البائع الالتزام بنقل ملكية المبيع والالتزام بالتسليم والالتزام بضمان عدم التعرض وقلنا التزامات المشتري الالتزام بدفع السمن والالتزام بتسليم المبيع والالتزام بدفع مصروفات عقد البيع تعالوا بقى النهاردة نبتجي في الدرس التاني بتاعنا في مادة مبادئ القانون المدني وهو عقد الايجار يعني ايه عقد الايجار هنعرف اول حاجة العقد هو العقد ده بيكون من طرفين واحد اسمه مؤجر وواحد اسمه مستأجر المؤجر هنا دوره في العقد ان هو عنده شقة عنده مصنع عنده مقهى عنده مطعم ايا كان الشيء اللي بيملكه او في حياسته عايز يأجره المدة منزما هنعرف دلوقتي المدة دي ممكن تبقى ساعة يوم شهر سنة عشر سنين براحتي انا ممكن اأجره الوقت اللي انا عايزاه في مقابل ان المستأجر اللي هو انا هأجر له الشيء ده بيديني الايجار كل شهر يبقى هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاء ان يمكن المستأجر من ان هو ينتفع بالشيء المؤجر لمدة معينة مقابل اجر معلوم اللي هو الاجرم طيب هنجي بعد كده بقى الطرفي عقد الايجار اللي احنا لسه قلين عليهم المؤجر والمستأجر جوهر عقد الايجار بقى بيتمثل في ايه فان المؤجر لازم يمكن المستأجر اللي هو الطرف الاخر في العقد من انه ينتفع بالشيء ده اللي هو الشيء اللي هو تم تأجيره لازم ينتفع به لمدة معينة مقابل اجر معلوم وهنعرف دلوقتي انه لازم نحدد الايجار اللي هو المبلغ في عقد الايجار هنيجي بعد كده بقى ملحوظة مهمة جدا لازم نبقى عارفينها ان الاجرة ركنجة وهري في عقد الايجار ما ينفعش يكون في عقد ايجار من غير ما يكون موجود اجرة هنعرف دلوقتي ان الاجرة ممكن تكون مبلغ من النقود وممكن تكون خدمة او شيء عيني بيقدمه المستأجر الى المؤجر يعني مش شرطي بس ان هي تكون فلوس لا هنعرف كمان شوية ان هي ممكن تكون شيء او خدمة بيقدمه المؤجر الى المستأجر طيب هنيجي بعد كده بقى الخصائص عقد الايجار احنا خلاص عرفنا التعريف هنعرف دلوقتي الخصائص او هنطلع الخصائص بتاعته من التعريف بتاعنا اول حاجة ان هو عقد رضائي وده عنصر اساسي او خاصية اساسية هتلاقيها في اي عقدة هيقبلك في المادة دي ان هو رضائي يعني ما ينفعش يتم غصب عن الطرفين او بالاكراه لازم يكون برضى الطرفين اللي هو المؤجر والمستأجر يعني العقد هنا بيخضع لمبدأ سلطان الارادة يعني كل واحد عنده ارادة كافية وعنده وعي وادراك انه يقدر يقول عايز اعمل العقد ده او مش عايز اعمله هأجر او مش هأجر نيجي التاني واحدة من الخصائص عندنا وهو انه من العقود المسمى اللي بترد على الانتفاع بالشيء وده بيستلزم طبعا بالضرورة ان يكون محل الايجار من الاشياء الغير قابلة للاستهلاك هنعرف في التزامات المستأجر ان اللي هو بيأجر الشيء ان اهم التزام عنده انه بمجرد ما ينتهي عقد الايجار هو لازم يرد الشيء اللي هو كان مستأجره انا مأجره مقهى مأجره نادي مأجره مطعم مأجره شقة ايا كان الشيء اللي انا مأجره بمجرد ما ينتهي عقد الايجار اهم التزام عندي او علي ان انا لازم ارد الشيء اللي انا اجرته بالحالة اللي انا اجرته عليها يبقى عقد الايجار من العقود المسمى لانه لازم يكون وارد على شيء غير قابل طبعا للاستهلاك تالت حاجة عقد الايجار من العقود الملزمة للجانبين كل طرف منهم اللي هو المؤجر والمستأجر عليه واجبات ولي حقوق يبقى كل من الطرفين فيه عليه التزامات متقبلة للطرف الاخر عندي رابع حاجة انه هو من العقود الزمنية او العقود المدة احنا لسه قلين من شوية ان الزمن هي العنصر ايه جوهري ان ما ينفعش يتم عقد الايجار من غير ما يكون محددين فيه المدة اللي هي مدة الايجار هي المدة اللي بيمكن فيها المؤجر المستأجر من انه هو ينتفع بالشيء اللي اقجره عقد الايجار من عقود المعاوضة ليه؟ انا دلوقتي كمؤجر مثلا انا على سبيل المثال عندي شقة انا الشقة دي هقجرها لمدة شهر شهرين ايا كان المدة انا دلوقتي تنازلت عنها للفترة دي بس مش اتصرفت فيها لانها نعرف دلوقتي ان التصرف معناه ان بعتها انما انا بقجرها يعني من عمال الادارة انا اقجرتها للمستهل اللي هو المستأجر لمدة معينة في مقابل 8 معين يبقى ايه المقابل اللي انا بحصل عليه كمؤجر المبلغ المالي اللي هو الاجرى طب نيجي بقى للمستأجر المستأجر ايه العوض اللي بيحصل عليه هو بيطلع من زمته فلوس في مقابل انه هو ايه بينتفع بالشيء المؤجر اللي هو الشيء اللي هو ايه اقجره نيجي بعد كده لساتة واحد من الخصائص عندي وهي ان عقد الاجار بيعتبر من اعمال الادارة مش من اعمال التصرف اللي انا لسه كنت بقول عليها دلوقتي لو قلنا من اعمال التصرف يعني انا بتصرف في الشيء يعني بخرجه من زمتي انا كده بتكلم في عقد بيع انما هنا هو من اعمال الادارة ان انا بطلعه من زمتي الفترة معينة اللي هو الايجار وبعد كده بيرجع لزمتي مرة تانية بمجرد انتهاء عقد الاجار يبقى هو من أعمال الإدارة مش من أعمال التصرف نيجي بقى التمييز عقد الإيجار عن بعض العقود غيره اللي هي ممكن تختلط بي أو ممكن يختلط علينا الأمر في تحديد نوع العقد جوهر عقد الإيجار أو أهم حاجة في عقد الإيجار قلنا هي الترادي طيب لازم ينصب عقد الإيجار على عناصر جوهرية تعالوا نقول إيه هي العناصر الجوهرية أول عنصر هو أن المؤجر لازم يمكن المستأجر من أنه ينتفع بالشيء ده لمدة معينة والعنصر ده بيبقى خط فاصل بين أي نوع من أنواع العقود الثانية زي البيع والوديعة والمقولة والعمل نيجي بقى للعنصر الثاني وهو التزام المستأجر بدفع الأجرى للمؤجر هو ده اللي بيخليني أتأكد أو أعرف أن أنا العقد اللي بتكلم عليه دلوقتي اسمه عقد إيجار لأن فيه أجرى بتطفع بشكل شهري إلى مين؟ إلى المؤجر طيب تعالوا بقى نقول العارية العارية هقول على سبيل المثال أنا عندي مكتبة المكتبة دي أنا طبعا فيها كتب فيها مراجع فيها أبحاث أنا بس بخلي حد يستعير مني كتاب كتابين مثلا لمدة أسبوع لمدة أسبوعين بيستعيرها مني بدون مقابل لفترة معينة بمجرد انتهاء الفترة دي هو بيردني الشيء اللي هو استعاره مني علشان كده ده اسمه العارية هو أننا بمكن شخصي من الاستفادة أو الاستهلاك شيء معين لفترة معينة بدون مقابل خلاص وبالتالي هي تعتبر من عقود التبرع لأن احنا عارفين أن عقود التبرع بتكون بدون إيه؟ بدون مقابل نيجي بعد كده لنطاق تطبيق العلاقات الإيجارية التشريعات المنظمة لعقد الإيجار ونطاق تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن أول حاجة تنظيم القانون المدني لأحكام عقد الإيجار هنا المشرع بينظم أحكام عقد الإيجار في التقنين المدني الجديد وبيقول إن هنستمر للعمل بالقانون المدني الجديد لحد ما يتم إلغاءه أو صدور قانون بيلغي وجود ده وبيقول إنه فيه قانون جديد صدر يبقى هو قانون بينظم المشرع وبيقول إنه يتم العمل به لحد ما يتم إلغاه هنيجي بعد كده بقى للقوانين الخاصة بإيجار الأماكن أول حاجة القانون رقم 49 لسنة 77 أصدر المشرع هنا القانون ده بهدف تحقيق العدالة وتشجيع القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات واجتمل القانون ده على أربع أبواب إيه هم إيجار الأماكن والمنشآت الأيلة للسقوط وتمليك الشؤى والعقوبات والأحكام الانتقالية هنيجي للقانون الثاني رقم 136 لسنة 81 هو قانون معدل ومكمل لأحكام القانون اللي كنت لست بنقول عليه هو 49 ل77 اجتمل بقى على قواعد وإجراءات بتحدد الأجراء وتمن الأماكن وده بيتكلم عنها في المواد من مادة واحد إلى المادة ستة هنيجي بقى لتناول تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة في أماكن قديمة بيتم تصحيح أوضاعها وده اللي بيتكلم عنه هنا القانون في المواد من 7 إلى 10 بعد كده هنتكلم عن تخفيف الأعباء الضاربية على بعض العقارات وده اللي اتكلمت عنه المادة 11 العمل بقى على توفير المساكن في المواد اتكلم عنها في المواد من الـ 12 إلى 17 وبعد كده تم تحقيق التوازن في الإعلاقات الإيجارية في المواد من 18 إلى 23 وهنا برضو اتكلم عن العقوبات والأحكام العامة والانتقالية رقم 3 بيقول لي عودة لأحكام القانون المدني أحكام القانون المدني هنا هي الواجبة التطبيق فيما يتعلق بأحكام عقد الإيجار على العقود الإيجار اللي بتقبرم اتداءا من 31 يناير 1996 بيكون بقى محلها أماكن ما صبقش إنه تم تأجيرها ما تأجرتش قبل كده أو أماكن انتهت عقود إيجارها قبل التاريخ ده أو انتهت بعده لأي سبب من أسباب انتهاء العقد من غير ما يكون لحد الحق البقاء فيها تبقى للقانون يطبق بقى القانون المدني على عقود الإيجار تلك الأماكن سواء كان المكان مؤجر سواء كان خاليا أو مفروشا يعني إيه خالي؟ يعني أنا بأجر الشقة فاضية عبارة عن حيطان أنا بأجرها فاضية من غير ما يكون فيها أي شيء يعني إيه مفروشة؟ يعني أنا حطيت فيها بعض المفروشات أنا بقول إن الشقة دي عايزها تكون شقة معدل السكنة فبحط فيها تلفزيون، تلاجة، غسالة، كراسي، صفرة أنا بحط فيها حاجات أنا حددت أنا عايزة الشقة دي تبقى إيه؟ أو مجالها إيه؟ أو ممكن أحط فيها مثلا آلات أو معدات أقول إن أنا عايزة الشقة دي تبقى مثلا ورشة خياطة ورشة تصنيع جلود يبقى أنا هنا بقول إن المكان ده يقيمة خالي يقيمة مفروش وأنا كمؤجر اللي بحدد إيه هو المجال اللي هيكون الشقة دي هتنقجر بناء عليه تعالوا بعد كده نعرف القانون رقم 6 لسنة 97 هو المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 تعديل الفقرة التانية هنا هي دي الفقرة اللي تم تعديلها من المادة وهي مادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 إيه هو التعديل؟ إذا كانت بقى العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أيا كان نوع النشاط زي ما لسه قيلة في المثال من شوية فلا ينتهي العقد بموت المستأجر وبيستمر لصالح الناس اللي كانوا شغالين معاه اللي هم الورصة في ذات النشاط لو هم غيروا النشاط مثلا كانت ورشة مثلا خياطة هم غيروا النشاط قالوا إيه لا إحنا هنشير الحاجة دي وهنقض في الشقة دي نسكن فيها هنا في الحالة دي من حق المؤجر أنه هو يعمل إيه؟ ينهي عقد الإيجار ليه؟ لأن هي كانت معدة لهدف معين أو كان هو أقدر الشقة لسبب معين ولما توفى الورصة غيروا المجال أو المهنة اللي تم التأجير بناء عليها يبقى في الحالة دي بينتهي عقد الإيجار هنتكلم بعد كده بقى عن المادة دي اللي هي المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 97 بتتكلم عن تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنة يعني ما كان إحنا أقدرنا الشقة دي مش عشان نسكن فيها وبيقول لي إن المادة دي هنا بتحددلي الزيادة اللي إحنا هنزودها كل سنة كل شهر على حسب المادة ما بتقول بزيادة القيمة الإيجارية دي على حسب المادة ما هتقول لي ليه ده في حالة إذا كانت الشقة مش معدة للسكنة يعني أنا واخدها لأغراض مهنية أو أغراض صناعية أو أغراض حرفية معينة على حسب ما المؤجر هو اللي بيحدد الأماكن بقى اللي مش بيسر عليها القانون ده إيه هي؟ الأماكن المؤجرة للسكنة وعقود الإيجار اللي بتخضع عليه القانون المدني برضو مش بيسر عليها القانون ده والأماكن اللي بيحكمها القانون رقم 4 لسنة 96 هنتكلم بقى دلوقتي عن نطاق تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن إيه هي شروط تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن؟ أول شرط إن يكون هناك مكان أو جزء من المكان لازم يكون مكان ثابت وليه حيز ومغلق زي المنزل المنزل ليه أربع حيطان ليه باب مغلق نادي مقهى أي مكان مطعم أي مكان يكون ليه أربع جوانب وليه باب بيغلق بناء على إيه؟ على هذا المكان يبقى إذا كان المكان مغلق هو ده المكان اللي بنقول عليه اللي بياخد حيز وبيتم إيه؟ إيجاره يبقى لازم يكون فيه مكان أو جزء من المكان بيكتصر بقى التعريف ده على العقار مش المنقول العقار ده اللي هو حاجة ثابتة مقهى مطعم فندق مصنع شقة أيا كان بس شيء ثابت شيء موجود بالفعل اسمه عقار إنما لو شيء منقول منقول زي إيه؟ يعني أقدر لنقله من مكان لمكان زي مثلا سيارة دراجة بخارية تلاجة تلفزيون مش دي حاجة تقدر لنقله من مكان لمكان يبقى هنا مش بيشملها القانون إحنا بنتكلم على العقارات اللي هي العقارات السابتة اللي لا يمكن نقلها من مكان إلى آخر بيشترط هدى أن يكون الغرض من الاستئجار هو المبنى ذاته أنا بأجر المبنى نفسه تعالوا بقى نقول الشرط التاني إن بيقع هذا المكان في عواصم المحافظات والمدن يعني لازم يكون موجود في المحافظات أو المدن وممكن يكون موجود في القرى ولكن بشرط إن يكون بقرار أو بموافقة من وزير الإسكان وبناء على إيه؟ بناء على اقتراح أو طلب بيقدم من المجلس الشعبي المحلي الشرط التالت عندي أن يكون هناك عقد إيجار صحيح وحقيقي يعني لازم يكون فيه عقد إيجار مستوفي أركانه وشروطه وشروط صحته وموجود فيه طرفين ومحددين فيه كل العناصر والأركان بتاعته بشكل صحيح وما يكونش عقد من الباطن يعني يكون عقد بالفعل معروف وتم تسجيله يبقى تالت شرط بيقوله إن يكون بالفعل فيه عقد إيجار صحيح وحقيقي حقيقي يعني ما يكونش عقد من الباطن أو ما يكونش عقد وهمي لازم يكون عقد صحيح بيستوي بقى في عقد الإيجار إن هو يكون لغرض السكنة أو لغير غرض السكنة السكنة يعني بس كون فيه غير غرض السكنة إن أنا بستعمله كورشة مثلا أو بستعمله في مجال صنوعي أو في مجال مهني ايا كان هو ايه تقدير بقى وجود عقد الايجار سواء كان صحيح او غير صحيح دي مسألة اللي بيفصل فيها قادي الموضوع بيعرف ازاي من خلال ارادة المتعاقدين بيعرف كل واحد من المتعاقدين اللي هو المؤجر والمستأجر ايه ارادته في هذا العقد او ايه هدفه او ايه اللي هو عايزه بالزبط من هذا العقد وبناء على ده هو بيقدر يفسر وبيقدر يقرر هذا القادي ان كان بالفعل هذا العقد صحيح او لا هنجي بقى بعد كده اخضع المشرع حالتين لقانون ايجار الاماكن على الرغم من عدم وجود عقد ايجار وهم الاماكن المستولى عليها من جهة حكومية والتأجير لمالك العقار المنزوعة ملكيته الاماكن بقى المستثناء من الخضوع لقانون ايجار الاماكن اول حاجة الاراضي الفضاء اللي هي الاراضي اللي مش مبني عليها حاجة والمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن اللي بتشغل بسبب العمل والاماكن المجهولة بتصريح اشغال مؤقتة يعني الوقت معين وبيتم نهاية العمل فيها هنتكلم بقى دلوقتي عن احكام تحديد الأجرة بيتم تحديد الأجرة ازاي في عندي حد اقصى للأجرة وفي طبعا عندي حد ادنى طب يعني ايه الحد الادنى هو اقل مبلغ للأجرة ويعني ايه الحد الاقصى هو اعلى مبلغ انا اقدر اقول عليه انه هو ده الحد الاقصى للأجرة يبقى في عندي حد اعلى للأجرة اللي هو اسمه الحد الاقصى الحد الاقصى اللي معرفته يجب معرفة الأجرة لمكان معين يجب علينا اولا ان احنا نعرف تاريخ انشاء هذا المكان اللي هو الشقة او المصنع او المطعم هذا المكان لازم نعرف الاول تاريخ انشاءه وبعد كده بنحدد القسم اللي بيدخل فيه هذا المكان وبناء عليه بنحدد أجرة هذا المكان اللي هو الحد الأقصى فيه يبقى العبرة هنا بإنشاء المكان المؤجر مش بإنشاء المبنى كله طب التزامات المؤجر بقى والمستاجر بتبرى مع قد الإيجار كتابة يعني لازم يكون طبعا عقد الإيجار مكتوب لو عقد الإيجار شفاهة ما ينفعش يكون أي عقد في الدنيا بالقول لا لازم يكون مكتوب عشان يتم تسجيله ليه؟ علشان أقدر أن أنا أخد حقي من الشخص التاني أو الطرف التاني إذا أخلي بإلتزامه أقدر أخد حق إزاي؟ عن طريق العقد ده اللي تم تسجيله وأقدر أرفع بقضية أمام القضاء يبقى لازم يكون الأول حاجة العقد مكتوب ويجب إثباته بتاريخ مأمورية اللي هي بيكون مأمورية الشهر العقاري اللي بيقع في دائرتها ايه؟ الشيء اللي تم إيجاره اتنين بيلزم المؤجر في عقد تأجير أي مبنى أو وحدة أنه لازم في عقد الإيجار يكتب أنه بدلت أجرت شقة في عمارة يبقى لازم يكتب تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ده ومقدار الأجرة اللي بتكون مقدرة للوحدة اللي هي تم تأجيرها تلاتة بيجوز للمستأجر أنه هو يثبت وقاعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات معا الحق أنه هو يثبت ده بكل طرق الإثبات المتاحة والمشروعة لأنه ده حقه القانوني أنه هو يثبت أنه بالفعل تم عمل عقد إيجار هنجي بعد كده رقم 4 بيحضر على المؤجر إبرام أكتر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة ليه؟ لأنه دلوقتي هنعرف أنه من أهم التزابات المؤجر اللي هو اللي بيأجر الشيء أنه هو يضمن عدم تعرض الغير التعرض القانوني يعني إيه تعرض قانوني؟ يعني أنا ما ينفعش أجر شقة واجي بعد كده لقي واحد جاي يقول لي إيه؟ أنا مؤجر الشقة دي منه من شهر أو من يومين فأنا اللي لقي الحق أنه نقعد فيها هنا المؤجر بمعناه أنه ما ينفعش يأجر أو ما ينفعش يبيع للو نتكلم في عقد البيع نتكلم في الإيجار يبقى ما ينفعش يأجر وده إحنا شرحنا قبل كده ما ينفعش يأجر الشيء ده أو المكان ده لأكتر من شخص بناء عقد إيه؟ إيجار مختلف المكان بيؤجر لمرة واحدة والمدة واحدة خمسة لاي جزءا يتقادى المؤجر عن المستأجر مقدم إيجار بيتجاوز أجرة السنتين وبيشترط الحصول على المقدم أن يتم الاتفاق كتابة عليه في عقد الإيجار وبيتم الاتفاق على كيفية خصمه من الأجرة يعني ما ينفعش المؤجر يأخذ مقدم منه اللي هو التأمين أكتر من إيجار سنتين هنفترض مثلا هنجمع إيجار 12 شهر هيطلع على سبيل المثال أنا هيخذ منه إيجار اللي للسنة كلها خمس تلاف جنيه مثلا يبقى إيجار السنتين كام؟ عشر تلاف جنيه يبقى في الحالة دي مش من حق المؤجر يأخذ من المستأجر أكتر من عشر تلاف جنيه اللي هما تأمين اللي هما قيمة إيجار سنتين من عقد الإيجار هنيجي بعد كده رقم 6 لا يجزل المؤجر سواء كان مالك أو مستأجر أنه هو يقتضي أي مقابل اللي هو اسمه خلو رجلة أو أتعاب بسبب أنه هو حرر عقد الإيجار أو يأخذ أي مبلغ إضافي طبعا على المبلغ اللي إحنا لسه قيلين عليه اللي هو التأمين والأجرة بس اللي منصوص عليها في القانون أو في العقد وهنا وضع المشرع أو وضع القانون حتى أقصى للتأمين وهو لسه قيلين أنه ما يزيدش على ما يعادل أجرة شهرين على سبيل المثال لو كان الإيجارة عندي مثلا 100 جنيه في الشهر يبقى مش من حقه هنا قانونا أنه ياخد أكتر من شهرين اللي هو 200 جنيه مش من حقه ياخد أكتر منهم اللي هو مبلغ التأمين هنتكلم بعد كده بقى في رقم 7 عن أنه يجب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها إلى المؤجر في موعد لا يتجوز الأسبوع الأول في الشهر طب على سبيل المثال أنا كمؤجر اتفقت مع المستأجر أنه أنا هاخد منك الأجرة مثلا الأسبوع الأخير من الشهر هاخد منك الأجرة يوم 15 يبقى مش شرط تكون الأسبوع الأول ممكن تكون الأسبوع الأول وممكن تكون على حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد لما جينا نعمله طيب هنيجي للوقت نقول أنه يمتنع بقى المؤجر عن أنه يستلم الأجرة هنا جي المؤجر ياخد جي المستأجر يدي له الأجرة فالمؤجر مرديش ياخدها ومرديش يدي له سند المخالصة إيه هو سند المخالصة؟ هو وصل الإيجار وهو ده اللي بيثبت للمستأجر أن أنا دفعت أجرة يبقى في الحالة دي اللي يحصل هنا المستأجر قبل ما يعدي 15 يوم من حقه من تاريخ طبعا الاستحقاق اللي هو تاريخ دفع الأجرة من حق أنه هو يختر المؤجر بحاجة اسمها كتاب موصي عليه بعلم الوصول بيختره أنه هو لازم يتسلمها خلال أسبوع طيب جي المؤجر برضو ما استلمهاش يبقى من حق المستأجر ساعتا هو يروح لمكتب العوائد اللي بيقع في دائرة العقار ده وبيدفع المبلغ ده من دون أي رسوم وبياخد مستند المستند ده بيتكتب فيه أنه هو تم سداد الأجرة بمجرد ما يدفع ده لازم جهة العوائد اللي تم الدفع فيها والمستأجر يبعثوا برضو جواب مسجل بعلم الوصول إلى المؤجر يقولوا أنه تم وضع الفلوس في خزينة العوائد اللي تابعة للعقار وده إمتى خلال الأسبوع التالي لعدم استلام الأجرة نيجي بقى بعد كده على المستأجر على كل من المستأجر والجهة الموضع لديها اللي إحنا لسه أيلنها أنهما يبعثوا له خطاب مسجل بعلم الوصول والإيصال ده هو يعتبر إبراء زمة للمستأجر من قيمة الأجرة طبعاً من قيمة المبلغ المدفوع طب هنقول أول حاجة بقى امتداد إيجار الأماكن المؤجرة للسكنة بمجرد أنا دلوقتي أجرت شقة خلاص أنا أجرت شقة أنا عشان أسكن فيها بمجرد ما أنا أتوفى مين هما اللي من حقهم يعودوا في الشقة؟ الأقارب من الدرجة التانية ويعودوا فيها لمرة واحدة بس لو الأقارب اللي من الدرجة التانية دول توفوا أو كان مثلاً قاعد فيها نعرفهم دلوقتي مين هما بالزبط؟ الزوج والزوجة والأولاد لو حد منهم توفى وطبعاً لازم بشرط أن يكون قاعد معايا لحد فترة وفاتي لو بعد كده حد منهم توفى ما ينفعش يمتد عقد الإيجار لهم للمرة التانية يبقى عقد الإيجار بيمتد من المستأجر نفسه إلى الأقارب من الدرجة التانية زي الزوج أو الأولاد بمجرد ما وفاتهم ما بينفعش يمتد عقد الإيجار لهم للمرة التانية هنتكلم بعد كده بقى عن امتداد الإيجار الأماكن المؤجرة اللي هي مش معدة بقى للسكنة اللي احنا لسه إليم من شوية إن هي لأي نشاط تجاري أو مهني أو صناعي بيقتصر امتداد العقدة على حالة وفاة المستأجر ولا يستمر لصالح أحد الورسة أو الشركة خلاص ما بيستمرش لصالح أحد الورسة أو الشركة إذا ترك المستأجر العين بلو هو ترك العين أنا قبل ما موت أنا تركت العين أنا سبت العين دي يعني أنا سبت المكان اللي هو ورشة الخياطة مثلا يبقى في الحالة دي ولا من حق الشركاء ولا من حق الورسة أن هم إيه أن هم يتواجدوا في المكان من بعد وفاتي طيب قصر بقى امتداد العقدة على الورسة دون الشركة لو هم كانوا موجودين معايا بالفعل لحد ما أنا توفيت كمستأجر يبقى من حقهم أن هم يمتد ليهم عقد الإيجار هل ينفع يمتد للشركة؟ لا هو بيمتد المين بس إلى الورسة هنتكلم بعد كده بقى لامتداد الإيجار على الورسة بس من الدرجة الثانية زي ما لسه أيله الزوج والأبناء والأحفاد والأجداد والأبناء وبيشترط الاستفادة الورسة من الامتداد ده أنه هم يزولوا نفس النشاط اللي كان بيزولوا المستأجر يعني مثلا أنا قدت على سبيل المثال الشقة دي أو المكان ده أنا خدته مثلا كورشة تصنيع جلود ما ينفعش هم يغيروا النشاط يخلوه مثلا على سبيل المثال ورشة مثلا قياطة بمجرد تغيير النشاط من حق المؤجر أنه هو يعمل إيه؟ يفسق عقد البيع أو ينهيه لأنه هو في عقد البيع إحنا محددين أو المؤجر محدد إيه طبيعة نشاط المكان ده لما جاء يؤجروا هنتكلم بعد كده بقى عن عدم امتداد العقد لأكتر من مرتين زي ما لسه قيلة أن بعد وفاة المستأجر الأصلي بيمتد عقد الإيجار مرتين الأول بوفاته والتاني بعد وفاته للشخص اللي هو بيقعد فيه اللي هو موجود كان معاه لحد إيه وفاته زي لو توفر مستأجر الأصلي وليه ابن وثلاث أشقاء يعني ثلاث إخوات الأول العقد بيمتد للإبن بمجرد وفاة الإبن بيمتد الواحد من الأعمام اللي هو واحد من الثلاث أشقاء أو ليه لو الثلاثة موجودين في البيت بمجرد وفاة واحد فيهم هنا بينقضي أو بينتهي عقد الإيجار لأنه هو امتد كده إيه للمرة التانية هنتكلم بعد كده بقى عن أسباب إنهاء عقد الإيجار بينتهي عقد الإيجار إمتى أول حاجة لو كان فيه هدم كلي أو جزئي للمنشأة اللي كانت قايرة للسقوط أو إحنا طلبنا إخلاقها علشان يتم ترميمها أو سيانتها يبقى كده لازم طبعا ينتهي عقد الإيجار لأن أنا كمستأجر مش هقدر أنتفع بالشيء ده مش هينفعوات في الشقة اتنين إذا لم يقوم المستأجر بالوفاء بالأجرة أنا كمستأجر لو ما دفعتش الأجرة من حق المؤجر أنه هو يعمل إيه ينهي عقد الإيجار بدعوة قضائية تالت حاجة لو تنازل بقى المستأجر عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن لشخص تاني أو تركه للغير بقصد أنه هو بيستغني عنه في الحالة دي سواء كان بقرار صريح أو بكتابي أو صريح يبقى في الحالة دي من حق المؤجر أنه هو ينهي إيه عقد الإيجار أربعة إذا ثبت بحكم قضائي نهائي إن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة بتضر سلامة المبنى أو الناس اللي ساكنين في المبنى أو بضر الصحة العامة أو أغراض منافية للأداب في الحالة دي من حق المؤجر ينهي عقد الإيجار خمسة برضو بأنه بينتهي عقد الإيجار المستأجرين اللي هم مش مصريين وموجودين في مصر المدة محددة وهي مدة إقامتهم فبيأجروا مني الشقة مثلا لمدة شهرين دي مدة الإقامة بتاعتهم في مصر بمجرد ما تنتهي مدة الإقامة يبقى إيه اللي يحصل؟ هتنتهي طبعا مدة إيه؟ إيجار المكان اللي هم كانوا قاعدين فيه ستة إقامة المستأجر مبنى مملوك لي وبيتكون من أكتر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق للاستئجار سبعة بقى حالة رغبة المالك في هدم المكان المؤجر لغير السكنة بقصد إعادة بناء وبسلا أنا على سبيل المثال أنا كشخص عندي مطعم كنت مؤجرها مثلا لمدة سنة خلال السنة دي أنا اشتريت شقة جنبه اشتريت محل جنبه وعايزة أوسع المطعم عايزة أوسع النادي عايزة أوسع المشغل يبقى في الحالة دي أنا عايزة أهدمه عشان أعيد بناءه مرة تانية وأوسعه وأزود الوحدات فيه يبقى في الحالة دي أنا كمؤجر بنهي عقد الإيجار لأنه يتم هدم المكان وبانتهاء هدمه مش هيقدر المستأجر إنه هو ينتفع بالشيء المؤجر أو يقعد فيه تعالوا بقى نتكلم بعد كده عن إيجار الأماكن المفروشة اللي أنا لسه أقلالكم عليها هو العقد اللي بيشمل فيها الإيجار إلى جانب منفعة المكان مفروشات أو منقلات لها قيمة معينة بتبرر تغليب منفعة المكان ده إلى شيء معين أنا حتى فيه تلاجة حتى فيه غسالة حتى فيه مثلا صفرة يبقى معنا كده إن الشقة دي إيه؟ معدل السكنة طبعا أنا حتى فيها مثلا آلات خياطة حتى فيها مثلا آلات دبغ الجلود يبقى في الحالة دي أنا كمؤجر بحدد إيه المكان ده أنا عايزة يتأجر بناءنا على إيه؟ أو عايزة إيه العمل اللي يتم استغلال هذا المكان فيه هنجي بعد كده بقى على إن لا يخضع الإيجار بهذه الصفة لقواعد تحديد الأجرة ولكن هنا للعقد شريعة المتعقدين يعني باتفاق المتعقدين هيكون تحديد الأجرة شكله إيه؟ أو هيكون مقدره إيه؟ هنا لا يخضع بقى للامتداد القانوني إلى عقد الإيجار بل إلى العقد بينقضي بانتهاء مدته عدم سريان قانون جوانين إيجار الأماكن على عقد الإيجار اللي بتبرم اعتباراً من 31-1 سنة 96 هنا صدر القانون رقم 4 لسنة 96 من 30-1-96 وبتقرر سريانه في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية يبقى هو صدر 30-1 يبقى العمل بيه بمجرد نشره في اليوم التالي يبقى هيتم العمل بيه في 31-1-96 طيب نتقر سريان بقى القانون رقم 4 لسه كنا نقول عليه لسنة 96 أول حاجة عقود الإيجار اللي بتخضع للقانون المدني دون غيره يمكن تحديد عقود الإيجار اللي بتخضع للقانون المدني دون غيره بأنها العقود اللي بتبرم اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون ده اللي هو رقم 4 لسنة 96 وقلنا بيتم العمل بيه من 31-1 اللي هو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والقاعدة هنا بتقول إن عقود الإيجار بتخضع للقانون المدني ولا تخضع طبعاً إطلاقاً لأي قانون من قوانين إيجار الأماكن إيه هي بقى الأماكن اللي بتخضع عقود إيجارها للقانون المدني أحكام القانون المدني بتسري في شأن عقود الإيجار اللي بترد على الأماكن الخالية اللي لسألين عليها أو الأماكن المفروشة طيب محل عقد الإيجار بقى إيه؟ أول حاجة القواعد العامة بتقول لي إن عقد الإيجار ليه 3 أركان والأركان دي تخلف أي واحد فيهم أو عدم موجوده بيقول لي إن العقد هنا اعتبر باطل وهم الرضا والمحل والسبب هنتكلم عن كل واحد يوم لوحده الرضا بيقول لي إن لازم يكون فيه طلاقي إيجاب وقبول بين الطرفين يعني لازم يكون فيه طلاقي إيجاب من المؤجر وقبول من المستأجر أنا عايز أعجر لك ده أو أنا بعرض على المؤجر إن أنا عايز أعجر منه الشقة فالمؤجر بيوافق على هذا العقد يبقى بالتالي لازم يكون فيه إيجاب وقبول بين الطرفين اللي هو التراضي ولازم يكون طبعا متوفرة شرط سحة إيه؟ شروط سحته اتنين المحل في عقد الإيجار من ناحية التزامات المؤجر بقى هي بتتمثل في المنفعة أنا بمكنه من الانتفاع بالشيء المؤجر اللي هو الشقة أو أيا كان نوعه لمدة معينة طب إيه يبقى التزامات المستأجر هو دفع الأجر وده أهم التزام من التزامات المستأجر اللي هو محل عقد الإيجار اللي واجب على المستأجر الالتزام به هنتكلم بقى بعد كده عن الشيء المؤجر وهو الحق الذي يكون للمؤجر على الشيء المؤجر ذاته أنا كمؤجر لي الحق طبعا على الشيء المؤجر أنا ما بتصرفش فيه زي ما قلنا من شوية هو مش أعمال تصرف إنما هو أعمال إدارة هذا الحق قد يكون حق عيني زي حق الملكية أو حق الانتفاع وممكن يكون حق معناوي زي حق الاسم أو حق الاسم التجاري أو العلامات التجارية هنقول مثلا مع بعض يوضح لنا النقطة دي أنا دلوقتي عارفة أنه فيه محلات مثلا زي عمر فاندي فيه محلات زي سيدناوي المحلات دي مش لها اسم تجاري معروف هل ينفعني أنا أفتح محل النهاردة أنا كشخصة هو أفتح محل وسميه عمر فاندي هنا السجل التجاري بتاعي هيقول لي ما ينفعش الطلعية قانونا مش من حق أنه نعمل كده ليه لأن ده اسم تجاري اسمه حق ملكية فكرية أو لو أنا عامل علامة معينة للمحل بتاعي أنا ليه بعملها أو ليه بسمي اسم معين ليه السجل التجاري بيقول لي ما ينفعش غير يسميه عشان ده بيعرف المستهلك أو بيسهل عليه إمكانية وصوله إلى إيه إلى هذا المحل بالاسم أو بالعلامة التجارية هنتكلم بعد كده بقى عن شروط الشيء المؤجر إيه هي الشروطه؟ إن لازم يكون موجود أو إمكانية وجوده في المستقبل زي مثلا على سبيل المثال أنا عندي قطعة أرض هبني عليها عمارة ممكن مثلا أقول لي أنا هبني عشر أدوار في العمارة دي ممكن أأجر مثلا دورين من دلوقتي وهقول له هتستلم من الشقة مثلا كمان شهر كمان شهر ونص يبقى في الحالة دي الشيء ده مش موجود دلوقتي إنه فيه إمكانية لوجوده في المستقبل اتنين إنه لازم يكون معين أو قابل للتعيين يعني شيء بالفعل موجود أقدر أعينه وحدده بالتفصيل في عقد الإيجار تلاتة إنه يكون الشيء المؤجر ده بيجوز التعامل فيه هو أنا ينفع أشوف الأموال العامة دي واروح أأجرها طبعا ما ينفعش لأن دي أموال عامة خاصة بالدولة يبقى أنا أأجر حاجات خاصة بي أنا أو ملكي أنا الشخصية أربع عدم قابليته للاستهلاك ما ينفعش أأجر شيء ممكن يستهلك ليه؟ عشان إحنا قلنا من شوية إن أهم التزام من التزامات المستأجر إنه لازم يرد الشيء اللي هو استأجره بنفس الحالة اللي هو استأجرها عليها أنا خدت شقة برد الشقة زي ما هي بنفس الحالة اللي أنا أأجرتها إيه بيها هنتكلم بقى بعد كده عن أنواع الشيء المؤجر أول حاجة الأشياء المادية أو العقارات إيه هي العقارات زي المباني والأراضي يقولنا الأشياء اللي هي ثابتة في الأرض اللي إحنا كلمنا عليها من شوية أشياء ثابتة كتعة أرض محل مطعم نادي شيء ثابت أما المنقول شيء يمكن نقله من مكان لمكان زي مثلا عربية متساكل هو الدراجة البخارية تلفزيون آلات خياطة آلات مثلا تصنيع الجلود دي حاجات يمكن نقلها من مكان لمكان طيب دي الأشياء المادية هنتكلم بقى الأشياء أو الحقوق العينية والشخصية بيجوز أن يرد الإيجار على كل الحقوق العينية والشخصية اللي بيكون متعلقة بالأشياء المادية مدام الانتفاع بيها قابل وقابل للتنازل عنه بيجوز للمالك طبعا أنه هو يأجر ملكه كله يعني أنا على سبيل المثال أنا عاملة مثلا رسالة أنا عاملة بحث من حق أن أنا أستعمل الشيء ده مع أنه هو الملكية شخصية أو عينية من حق أن أنا أستعمله من حق أن أنا أأجره من حق أن أنا يكون عندي عربية أأجرها أأجرها أيا كان نوع الشيء طالما هو ملكي وأنا بتصرف في ملكي مش في ملك الدولة أو ملك شخص آخر هنتكلم بعد كده بقى في ثالث حاجة عن الأشياء المعنوية قلنا مش أشياء مادية مش أشياء يمكن رؤيتها لا دي أشياء محصوصة زي الإختراعات والمصنفات الأدبية زي ما لسه قيلة أنا عاملة رسالة أنا عاملة بحث أنا عاملة حاجة مثلا علمية أو أدبية دي بتاعتي أنا أو خاصة بي أنا يبقى دي حاجات اسمها غير محصوصة أو أشياء معنوية زي الإسم التجاري والعلامات التجارية اللي إحنا لسه كنا متكلمين عليها في المثال مثلا بتاع صدناوي بتاعه رفندي ليه إسم معين ليه إيه للمحل بتاعي ليه إسم معين وليه علامة تجارية هنتكلم بابعد كده عن المدة في عقد الإيجار عقد الإيجار من العقود المؤقتة ما ينفعش يكون عقد مستمر وإلا يبقى اسمه إيه عقد بيع بيعطي للمستأجر المنفعة أو الحق أنه هو يستنفع بالشيء ده لمدة معينة بيجوز بقى أن يعقد عقد الإيجار لمدة ساعة أو يوم أو أسبوع زي ما قلت لكم في الأول خالص أما جينا شرحنا الدرس في الأول قلنا أنه ممكن يبقى الإيجار لمدة يوم ساعة أسبوع شهر على حسب الشيء اللي أنا بأجره أنا من حق أن أنا أأجره زي ما أنا عايزة لأن ده شيء ملكي ما ينفعش أنه هو يكون عقد مؤبد لأن إحنا قلنا العقد المؤبد ده معناه أن أنا إيه ببيع الشيء مش بأجره وده ليه حرصا من المشرع على عدم الفصل بين المنفعة وبين الملكية بصفة مستمرة أو لمدة طويلة جدا طب تحديد بقى مدة الإيجار بواسطة المتعاقدين هنا يجب أن يتم الاتفاق بين الطرفين على تحديد مدة المنفعة اللي هي محل العقد اللي هو عقد الإيجار دي من أهم الحاجات اللي لازم يتفق عليها الطرفين اللي هو المؤجر والمستأجر وهما جايين بيعملوا عقد الإيجار بيتفقوا على المدة وعلى الشيء المؤجر وعلى السمن اللي هو المبلغ اللي هو الإيجار إذا لم يعرض بقى المتعاقدين أصلا لمدة الإيجار ما تكلموش عليها أصلا ولكن سكتوا عنها خالص محددوا هاش هنا يمكن القول بأنهم اتفقوا على مدة غير معينة وبيترك هنا بقى لأحد المتعاقدين قبل انتهاء مدة العقد بفترة معينة اختار الطرف الآخر بأن مدة الإيجار قربت على أنها إيه تنتهي وبيعتبر هنا تعليق الإيجار على شرط فاسخ يبقى هنا أنا وهو ما اتفقناش على مدة يبقى بالتالي إحنا سيبنا المدة مفتوحة وبالتالي أنا باتفق أنا والمؤجر إن إحنا بمقابل انتهاء عقد الإيجار بتبعتلي إختار بتقول لي أن عقد الإيجار هينتهي أو أنا كمستأجر اللي ببعت لك إختار بقولك أن عقد الإيجار هينتهي وده بيرجع على الاتفاق بين مين؟ بين طرفي العقد المؤجر والمستأجر هنتكلم بعد كده عن تحديد مدة الإيجار بقى مش بتكون بواسطة المتعاقدين الأتنين لا بتكون بواسطة القانون هنا لو عقد الإيجار دون التفاق المتعاقدين على مدة الإيجار أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة دي مش عارفين نسبة المدة دي في العقد هنا المشرع بيحدد الإيجار على حسب مدة المدة اللي هيدفع فيها الإيجار هنا المشرع بيقول أنا مثلا الإيجار هيدفق خمس مرات يبقى مدة الإيجار دي إيه؟ خمس شهور يبقى هنا المشرع هو اللي بيحدد أو القانون هو اللي بيحدد على حسب المدة اللي هيدفع فيها إيه؟ الإيجار هنتكلم بعد كده بقى عن الإيجار إذا ما كانش انتهى بانتهاء المدة بقوة القانون بل لابد من التنبيه بالإخلال لنا لسه أيلام شوية من الطرفين إلى الطرف الثاني قبل معاد انتهاء عقد الإيجار هنا المشرع بيقولي المدة اللي لازم قبلها يبلغ طرف فيهم الطرف الثاني بانتهاء عقد الإيجار بيرجع لنوع الإيجار وهي بتكون غالباً نص المدة هنقول دلوقتي تلات أمثلة أول مثال في الأراضي الزراعية والأراضي البور لو كانت مدة الإيجار ست شهور يبقى لازم يتم التنبيه قبل انتهاء العقد بكام نص ستة؟ تلات شهور يبقى لازم يتم التنبيه قبل المدة بتلات شهور نشوف المثال الثاني في المنازل والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن إذا كانت فترة الإيجار أربع شهور يبقى زي ما اتفقنا نص المدة شهرين هنتكلم عن المثال الثالث في المساكن والغرف المؤسسة اللي هي فيها أساس إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكتر يبقى لازم يتم التنبيه قبلها بشهر الأجرة بقى في عقد الإيجار الأجرة هي المقابل اللي بيلتزم المستأجر بتقديمه طبعا إلى المؤجر مقابل استنفاعه أو مقابل استعمال عين المؤجرة وبتعتبر الأجرة هنا عنصر أساسي ما ينفعش ينعقد عقد الإيجار بدونه وما ينفعش أو لا يشترط وجوب ذكر مقدار الأجرة صراحة ممكن يتم ذكره كناية أو صراحة في العقد وإنما مجرد التوافق أو التراضي بين الطرفين هنا يعتبر عقد الإيجار صحيح ونقدر نتمم عقد الإيجار يبقى مش شرط أقوله صراحة في العقد إنما يكفي توافق الطرفين على كمية أو على مبلغ الإيجار هنا بقى بيتكفر القانون ببيان قدر الأجرة المطلوبة بيقدرها بناء على طبيعة المكان أو طبيعة العمل أو طبيعة الشيء اللي تم استئجاره سواء كان سكنة أو كان مش معد للسكنة تحديد الأجرة بقى بواسطة المتعاقدين الأصل زي ما لسا قيلين إنه بيتم الاتفاق على الأجرة وبقولنا زي ما يكون الاتفاق ممكن يكون صريح وممكن يكون دبني وأنني يجوز أن تكون الأجرة نقود أو تكون شيء آخر زي مثلا أنا على سبيل المثال أنا عندي أرض إيه؟ أرض تصلح للزراعة أنا أجرتها الواحد لمدة خمس شهور قلت له أنا مش هاخد منك إيجار مثلا على سبيل المثال لو أجرتها الواحد ممكن أخد منه الإيجار ألف في الشهر جيت لما أجرتها للشخص ده قلت له طب أنا مش هاخد منك فلوس أنا هقولك ديني نسبة من المحصول كل شهر والنسبة دي هي تعتبر بالنسبة للأجرة أو مثلا أنا كطبيب أو كمحامي عارفة أن الشخص اللي أنا مسكله القضية بتاعته أو الشخص اللي أنا مثلا متكفلة بأن أنا مثلا أداوي اللي هم أفراد أسرته أنا بقوله أن أنت عندك شليه مثلا في السحر الشمالي بقوله إديني الشليه ده لمدة شهرين بدون مقابل لا المقابل هيكون إيه؟ أن أنا أعالج لك أفراد أسرتك أو لو أنا محامي أقوله المقابل أن أنا هترفع عن القضايا بتاعتك أمام القضاء المصري تحديد الأجرة بقى اللي بتكون بواسطة القانون إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها أصلا هما ما اتفقوش أو ما قدرناش نسبة ده أو ما قدرناش نسبة مقدار الأجرة بنتعتبر هنا أجرة المثل يعني إيه أجرة المثل؟ هنا اللي بيحددها القاضي بيستعين بأهل الخبرة يعني أنا دلوقتي في عندي شقة أنا قادي طبعا مش عارف تقدير الأجرة بتاعها يبقى إزاي؟ بجيب سمصار بجيب مقاول بقوله أنت من أهل الخبرة اللي عندك خبرة أو معرفة بالشقة ده بقوله حدد لي لو شقة زي دي لو مثلا فيه شقة زيها مثلا في نفس الشارع في نفس المنطقة قل للشقة دي تقريبا نقود الإجار بتاعها كام وبناء عليه القاضي هو اللي بيقدر مبلغ الإجار بناء على تقدير الأهل الخبرة أو أهل المعرفة في الشقة ده العبرة بقى هنا في تقدير أجرة المثل بأجرة العين اللي بتكون مثلها في وقت العقد اللي إحنا لسا قيلين عليه أصار عقد الإجار بقى فيه التزامات مؤجر وفيه عندي التزامات للمستأجر أول حاجة التزامات المؤجر هنقولهم بعد كده هنشرح كل واحد التزام بتسليم العين المؤجرة وبالسيانة العين المؤجرة وبضمان عدم التعرض وبضمان العيوب الخفية سواء كانت الشقة معدى للسكنة سواء كانت شقة فاضية أو شقة مفروشة أو شقة مش معدة للسكنة. تاني حاجة الحالة اللي يجب تسليم العين المؤجرة عليها. لازم المؤجر لما يجي سلم الشيء المؤجر ده الى المستأجر يسلم هلو بالحالة الجيدة اللي يقدر المستأجر ينتفع بيها. يعني مثلا ما ينفعش اقول له شقة معدة للسكنة واسلمه الشقة مثلا كل الحطام بتاعته فيها تشكوكات. هل هيعرف يقعد فيها? طبعا لا. لابا لازم اما سلمه الشقة او المطعم او النادي او المصنع اسلمها له بحالة جيدة يقدر يستنفع بيها ويقدر يستغل لها. هنتكلم بعد كده بقى عن كيفية التسليم بيتم التسليم بوضع العين المؤجرة وكل ملحقاتها تحت تصرف طبعا المستأجر عشان يقدر يتمكن منها وبيقدر يكون عنده حيازة ليها ويقدر ينتفع بيها في حيازة ايه او في حيازة هادئة وايه بناء على هذا التسليم. جزاء بقى اخلال الالتزام بالتسليم احنا قلنا من شوية مين اللي بيسلم المؤجر. طب لو المؤجر ده ما سلمش الشيء المؤجر ده انا كمؤجر من حق اعمل ايه? احبس الاجرة يعني مش هديك الاجرة بتاعتك من حق نرفع عضية امام القضاء واطلب فسخ العقب اطلب التنفيذ العيني اذا امكن اطلب الفسخ مع التعويض. يبقى انا كمؤجر من حق ان انا اطلب الحاجات دي اذا حصل ايه? اخلال بالتزام المؤجر بايه? بتسليم العين المؤجرة. هنجي بعد كده بقى لصدور الاخلال بالالتزام بالتسليم. اول حاجة حالة التسليم المعين. لو انا كمؤجر سلمت الشيء اللي هو الشيء المؤجر ده سلمته فيه عيب سواء كلي او جزئي او لم تسلم ملحقات. انا ما سلمتش الملحقات. وكذلك اذا لم تسلم العين في حالة تصلح معاها الى انها تفي ايه? بالغرض زي ما لسه ايلينا عليه. ده اسمه تسليم معيد. هنا بقى لو ما تمش تسليم العين المؤجرة اذا كان عدم وفاء المؤجر بالتزامه راجع الى سبب اجنبي. يعني حصل مثلا زلزال والشقة وقعت. العمراء وقعت. حصل زلزال والمصنع وقع. يبا في الحالة دي هل انا كمؤجر اللي ما سلمتكش الشيء المؤجر? ولا عدم التسليم ده راجع لسبب خارج عن قراضتي? يبا في الحالة دي هنا القانون بيقول لي انا كمؤجر بطبرأ زمتي ومن حقي ان انا افسق هذا العقد لاني لا يتم تنفيذ العقد في الحالة دي لعدم موجود شيء مؤجر. هنتكلم بقى بعد كده عن اذا كان عدم التسليم بيرجع الى امتناع بقى المؤجر هو اللي امتناع عن تنفيذ التزامه. هنا المستأجر زي ما لسا قيلين يقدر يلجأ للقضاء ويطلب التنفيذ العيني ومن حقه انه هو يرجع على عدم التنفيذ الى استحالة قانونية كما لو تم الاستيلاء على العين المؤجرة لمصلحة جهة ادارية او ثبت ان العين دي مش مملوكة للمؤجر. يبقى هنا في استحالة قانونية لتسليم الشيء المؤجرة. اتنين بقى الالتزام بسيانة العين المؤجرة. ايه هو مضمون الالتزام بالسيانة? المؤجر هنا لازم يتعهد للعين المؤجرة بان يتم عمل سيانة علشان يسلمها في حالة جيدة يصلح معاها للمستأجر ان هو ينتفع بيها او يستخدمها. بيتحمل المؤجر كل التكاليف اللي لازم يتحملها عشان يعمل الشيء ده او عشان يخلي فيه سيانة للشيء المؤجر. طب الكهرباء بقى والغاز اللي هي الحاجات اللي انا بستعملها كمستأجر انا اللي بدفعها كمستأجر ليه? لان جي تكاليف استهلاك. يبقى انا اللي بستعملها كمستأجر وانا ايه? انا اللي بدفع تمنها. طب محل الالتزام بقى المؤجر هو الترميمات الضرورية زي ما لسه قيلين. لو فيه شكوك اه فيه مثلا سلم الكهربائي. فيه مثلا سلم واقع في العمارة. انا كمؤجر اللي لازم اعمله. دي اسمها ترميمات تأجيرية ضرورية. طب فيه التزامات تانية. التزامات تأجيرية هي بتبقى التزامات بسيطة اللي بيقتضيها استعمال العين المؤجرة. استعمال مألوف. زي مثلا تصليح النوافذ. زي تصليح مثلا المفاتيح. صنابير المياه. دي حاجات انا كمستأجر اللي بعملها ليه? لاني انا اللي بكون ايه? اللي مكون ملتزمة او انا اللي بكون استخدمتها. التكاليف بقى اللي بيتحملها المؤجر بيقع على عاطق المؤجر عبء التكاليف زي عوائد المباني والضرائي. جزاء اخلاله بالالتزام بالتسليم. قلنا التنفيذ العيني والفسخ والتعويض وحق المستأجر في حبس الاجرى. قلنا التنفيذ العيني اللي بيجوز للدائن ان هو يكبر المدين بعد اعذاره يعني بعد انذاره على تنفيذ التزام معينا متى كان ذلك ممكنا. والفسخ من حق ان انا اطلب من المحكمة الحكملية بفسخ عقد البيع نتيجة ففسخ عقد الايجار نتيجة عدم التزام المؤجر بالالتزامات الضرورية اللي هي زي الترميمات. وللمحكمة هنا سلطة تقديرية في انها تطلب الفسخ او تحكم بالفسخ. التعويض بيكون للمستأجر طلب التعويض بيكون طلب بالتعويض سواء طلب التنفيذ العيني او انقاص الاجرى او الفسخ بتاع العقد. ويكون التعويض هنا عن طبعا الاضرار اللي بتسوبي المستأجر نتيجة ان هو مقدرش يستعمل العين المؤجرة. حق المستأجر في حبس الاجرى قلنا بمجرد اخلال المؤجر بيالتزامه من حق المستأجر ان هو يحبس ايه الاجرى. شروط قيام حق المؤجر في القيام بالترميمات ان تكون الترميمات ضرورية وان تكون الترميمات دي مستعجلة ان لازم ان ما تحتملش التأخير. وبكده اكون وصلت معاكم لنهاية حلقتنا وشرحنا طبعا النهاردة عقد الايجار. هنشرح التزامات المستأجر ان شاء الله الحلقة الجاية. بتمنى لكم النجاح والتوفيق. واتمنى تكونوا استفدتم معانا النهاردة باذن الله. اتقي بكم ان شاء الله مرة تانية على خير. و الى اللقاء. اشتركوا في القناة.